طبعا هناك مجموعة أخلاقيات يجب على المترجم الفوري أن يعرفها ويتحلى بها ويطبقها كما للمحامي أخلاقيات مهنة وميثاق شرف كما للطبيب كما كذا وكذا وكذا ليس فقط المحافظة على الأسرار مثلا أيضا عدم إدخال خلفيته هو ومشاعره أو خلفيته الايديولوجية في الموضوع المطلوب للمترجم الفوري أن لا ينقل الكلمات والمعاني فقط بل ينقل حاسيس وعواطف يتقمص شخصية المترجم المتكلم عفوا يعني أنا مثلا أنا كنت أترجم وأنا عراقي وأشاهد الطيران الأمريكي يدمر بلدي مثلا لكن عندما جورج بوش يتحدث أنا أصبح أنا جورج بوش أتحدث كأنه أنا صاحب كان قلبي يتفطر وعيناي تدمع لكن مهنيتي لا تسمح لي بأن أدخل هذا الجانب فيه فأنا أقول ما يقوله وفي نفس الوقت عندما أنقل رأي الطرف الآخر الذي هو مضاد تماما لأمريكا أقول نفس ما يقوله لأقل هذا جانب لأسف retrie وفاوكا ... شكرا